خبر العاجل من السيارة تابعة للقنصلية السعودية بإسطنبول تدخل مساء اليوم ثلاثة صناديق سوداء كبيرة إلى مدخل مبنى القنصلية والصناديق الثلاثة مرقمة ومكتوب عليها باللغة الإنجليزية شخصية ولم يتضح ما بداخلها حتى الآن ونحن نعرض لحضراتكم هذه الصور للصناديق الثلاثة التي تم إدخالها إلى مقر القنصلية السعودية ثلاثة صناديق سوداء مكتوب عليها باللغة الإنجليزية شخصية كما ترون في الصورة الخاصة بالجزيرة مباشرة عودة مرة أخرى إلى مفادة الجزيرة مباشرة أو سينضم بعض قليل حسام يحيى إلينا ليطلعنا على ما لديه فيما يخص هذا الخبر العاجل وهذه الصناديق التي دخلت إلى القنصلية وعلى ماذا تحتوي هذه الصناديق أعتقد بالطبع أن هذا سؤال سيصعب الإجابة عليه على الأقل في الوقت الراهل لكن نعرض على حضراتكم هذه الصور صناديق ثلاثة سوداء يحملها عدد من موظفي القنصلية ويدخلونها إلى داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول كما ترون كان مكتوب عليها باللغة الإنجليزية الشخصية هذه الصور تأتينا نقلا عن قناة CNN Turk مرة أخرى هذه صور للصناديق الثلاثة التي تم إدخالها منذ قليل إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول وأذكر أن هذه الصور تأتينا عبر قناة CNN Turk مشاهدين الكرام سؤال ماذا بداخل هذه الصناديق سأطرحه على زميلي حسام يحيى موفد الجزيرة مباشر من أمام مقر القنصلية السعودية حسام هل لديك أي أخبار حول ما هي هذه الصناديق الثلاثة؟ أحمد منذ قليل دخلت هذه السيارة إلى الحرم إلى حرم القنصلية السعودية الذي نشاهده من خلف وقفت هذه السيارة أمام هذا الباب الذي نشاهده في الخلف تماما وهو الباب الرئيسي للقنصلية وقامت بإدخال ثلاثة صناديق تحمل اسم شخصي كما كتب عليها وهي أيضا مرقمة أحمد قامت بإنزال هذه الصناديق وهي سيارة دبلوماسية لكن أحمد هناك نقطة أهم أيضا أن اليوم هو يوم عطلة وأن القنصلية لم تكن تعمل اليوم هذا يلقي أيضا بسؤال آخر عن ما هي هذه الصناديق السيارة ما زالت متوقفة حتى الآن أمام مدخل القنصلية ولم تتحرك منذ إدخال هذه الصناديق التي أدخلت بواسطة موظفين للقنصلية ولا نعلم بعد بالتأكيد ما هي هوية أو من هم هؤلاء الأشخاص وما هي هذه الصناديق سنطلعك أحمد على تفاصيل أخرى حينما تتوفر ولكن حتى الآن هذه هي كل المعلومات التي لدينا بخصوص هذا الشهر لكن بالطبع ما زالت القنصلية مقر القنصلية محاصر من قبل أجهزة الأمن التركية حساب لا أحمد في الواقع لقد انسحبت قوات الأمن التركية بعد تفتيش القنصلية وأزالوا جميع الحواجز الأمنية المحيطة بالمكان عدى الحواجز التي كانت موجودة قبل مقتل جمال خاشقجي التي تحيد بالشارع من أوله إلى آخره لكن الحواجز الأمنية والأشرطة المكافحة الجنائية قد أزيلت جميعها من محيط المكان وعد الصحفيون أمام القنصلية كما نشاهد خلفي مباشرة باب القنصلية نشاهده من هذا السياج صحيح حسام لكن دعني أقاطعك لأننا الآن نعرض على النافذة التي بجوارك كنا نعرض فيديو لإدخال صناديق سنعرضه الآن مرة أخرى لإدخال الصناديق صناديق الثلاثة السوداء المكتوب عليها شخصيا إلى داخل القنصلية السعودية لا أحد يعلم ما هي هذه الصناديق ما الذي تحمله ولعل حسام ألمحى إلى نقطة هم ما أن اليوم يوم عطلة للقنصلية بالتأكيد يعني كما تعودنا أن كل هذه الأمور بتتضح بعد ذلك عودة لضيف